التغير المناخي يجعل القطب الشمالي جذابا أطماع في ثروات معدنية هائلة تتكشف رويدا رويدا من تحت الجليد المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي كانت تعتبر لزمن طويل منطقة برية من الجليد والثلوج لا نهاية لها ولكن في الوقت الرهن تتنافس قوى عالمية على الثروات الكامنة في المنطقة الولايات المتحدة والصين وروسيا تبحث عن مواد خام وطرق تجارات جديدة خطط طموحة تستفيد من التغير المناخي لكنها تتجاهل أزمة المناخ فمن سيربح لعبة الصراع على أرضية جليدية؟ تنفس على المواد الخام من يسيطر على كنوز القطب الشمالي؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في حلقة اليوم أرحب بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجكم الحواري بتوقيت برلين كما أرحب بضيوفنا الكرام وهم السادة شبرما يسين صحفي مقيم في برلين عامر الموسوي الصحفي والمحلل السياسي والدكتور محمد الشرقاوي ينضم إلينا من واشنطن وهو أستاذ العلوم السياسية أبدأ معك عامر إلى أي مدى يهمنا كمواطنين عاديين ذلك الصراع على الثروات في القطب الشمالي المتجمد؟ يعني أحمد إنه نقطة صراع جديدة أو متجددة لنفرض لنقول ذلك شهدنا صراعات على مستوى المسرح الدولي في جنوب شرق آسيا في الشرق الأوسط وكانت يعني تودي بالنظام الدولي وهناك حروب يعني دولية وحروب عالمية حدثت بسبب خلافات ما يهمنا من هذا نقطة الخلاف هذه هو مخاوف من أن تتجدد الصراعات القديمة التي كانت حصلت في القرن الماضي ومن الممكن إن لم نأتي بطريق دبلوماسي وتوزيع عادل لهذه الثروات التي جاء ذكرها في تقريركم ربما نشهد تصادما لقوى عالمية كبرى وتكون بدل من أن تكون نقطة التقاء لهذه القوى ولكن نقطة تصادم وهي قريبة عن أوروبا المنطقة الحيوية في العالم طيب دكتور محمد حتى العام 2000 لم يكن هناك صراع بين الدول المتاخمة للمنطقة القطبية هل مرد هذا الصراع المستشري اليوم هو التغير المناخي وبداية دوابان جليد القطب الشمالي؟ أعتقد أن الأسباب متعددة ومركبة بعضها تقليدي وبعضها وليد القرن الحادي والعشرين الدول عادة تبدي الغرام الشديد لبسط سيادتها على أكبر مساحة ممكنة فبالتالي أعين الدول العظمى الآن على كل من القطب الشمالي وحتى القطب الجنوبي لكن هناك طبعا الأسباب الجديدة منها كما ذكرت الاحتباس الحراري وأن هناك كميات متزايدة من الجليد التي تدوب سنويا بمعنى منصوب الحرارة يرتفع أكثر من بقاء حالة التجمد في هذه المناطق على ما هي عليه وهناك سببان آخرا السبب الثالث هو الآن التفكير ماليا في أن هناك ثروات تحت تلك الطبقات الجليدية يمكن استكشافه ويمكن لهذه الدول أن تكون صباقة إليها والسبب الرابع هو تطور التكنولوجيا وإمكانية فحص طبقات جليدية بأكثر من كيلومتر وكيلومترين بفضل هذه عمليات التصوير وبالتالي الوصول إلى تحديد ما يكمن تحت تلك الطبقة فإذا جمعنا هذه العناصر نرى أيضا الآن أن التنافس الدولي أصبح الآن اعتباريا بمعنى ما هي الدولة التي تريد أن تكون القوة العظمى في القرن الجديد فبالتالي نرى روسيا نرى الولايات المتحدة نرى الصين نرى أيتا أستراليا نرى جنوب أفريقيا دول عظمى ودول إقليمية تريد أن تكون صباقة إلى هذه المناطق الجليدية إذن تراجع منسوب الجليد وارتفاع الحرارة يوازيه أيضا ارتفاع مضطرد شبرمة في التوتر السياسي في المنطقة القطبية بل الذي يحرك روسيا تحديدا في هذه المنطقة مع العلم أن التحديات التقنية لاستخراج المعادن من المنطقة القطبية هائلة جدا وحتى الخبراء يقولون أن استخراج الثروات إن وجدت غير مجد اقتصاديا لكن روسيا نجدها أكثر المتحمسين للهيمنة ولبسط السيطرة على أكبر منطقة ممكنة ما الذي يحركها؟ في البداية روسيا لها قرابة 20 ألف كيلو متر مساحة مع القطب الشمالي وهي أكبر دولة لها مساحة مع القطب الشمالي إذا ما قلنا بعين الاعتبار الدول السبعة الأخرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج لروسيا مساحة كبيرة مع القطب الشمالي قدمت روسيا في عام 2018 طلب للأمم المتحدة أن يكون لها ما يقارب 15 مليون كيلو متر مربع تحت أراضيها الأمم المتحدة طلبت من روسيا الاتحادية أن تقدم لها وثائق بأن الجرف الصخري التابع لروسيا الاتحادية يقدر بهذه المساحة لذلك نرى أن هناك اهتمام كبير من قبل روسيا بهذه المنطقة لا ننسى أنه خلال الاتحاد السوفيتي كان هناك عدة قواعد عسكرية في القطب الشمالي لا ننسى أيضا أن هناك كمية هائلة من المعادن من النفط من الغاز المسال موجود في القطب الشمالي ولروسيا بما أن لها مساحة كبيرة أحقية في استخراجه إذا ما قارننا هناك 30 تريليون دولار قيمة المعادن الموجودة في القطب الشمالي وهي لنقل تحت الروسيا إذا ما استطاعت أن نشكل هذه الخريطة أكثر من 90% من هذه الموارد هي لروسيا ولذلك روسيا مهتمة بشكل كبير بهذه المنطقة إذن نشاهد هنا خارطة للدول المتاخمة للمنطقة القطبية وبين هذه الدول كما تفضلت شبرمة يندلع صراع كبير الآن حول مناطق النفوذ وحول المقدرات الطبيعية الموجودة هناك إذن في الواقع القطب الشمالي لا يملكه أحد حتى يومنا هذا لا فوق الجليد ولا تحته وهذا منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم استغلال الموارد الاقتصادية في منطقة القطب الشمالي لكن مع انحصار الجليد هناك قد يتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الموجودة حتى الآن لا يوجد مكان ترتفع فيه درجة حرارة الأرض أسرع مما هو عليه في القطب الشمالي قبل أربعين عاما كان حجم الكتلة الجليدية 7.6 مليون كيلومتر مربع والآن تقلص إلى النصف وفي العقد المقبل قد يصبح القطب الشمالي خاليا من الجليد في الصيف وهذا يتيح الوصول إلى مزيد من المواد الخام كالنفط والغاز إضافة إلى أنواع نادرة من التربة والمعادن النفيسة كنز قيمته تريليونات اليورو وحاليا تستغل خمس دول ثروات الدائرة القطبية الشمالية في منطقة عرضها 370 كيلومترا لكل منها وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج وروسيا لكن تبقى منطقة شاسعة حول القطب الشمالي لا يملكها أحد وحتى الآن كانت روسيا البلد الأكثر مطالبة بتباعيتها إليها بيد أن الصين لديها كذلك طموحات في القطب الشمالي وقامت بالفعل بتأمين مخزون أنواع نادرة من التربة في غريلاند بل حتى أن الصين تعتبر نفسها بلدا مجاورا للقطب الشمالي بسبب الممر البحري الشمالي الشرقي الذي تسلكه السفن بشكل متزايد لقصر المسافة هدف الصين هو طريق الحرير الأزرق استغلال القطب الشمالي هل هو استثمار مجد؟ هذا سؤال مفتوح يختلف بشأن الجواب عليه الخبراء لكن عندما تقول لروسيا بأنها صاحبة الحق الأكبر في النفوذ في المنطقة القطبية هل لديها ما يبرر هذا المطلب مثلا؟ يعني ما يبررها أنها تعتبر نفسها دولة ليست دولة إقليمية وإنما هي دولة كبرى عالمية قوة عالمية ومنطلق قوتها العالمية تطالب بهذا الحق من جانب من جانب آخر هي تطالب مثل ما قال زميلي شبرمة هي تطالب بجرفها القاري وهو امتداد للأراضي الروسية من الناحية الجغرافية يعني بالعودة إلى هذا الجرف القاري كما تطالب تركيا بإمدادات الطاقة الموجودة في بحر البيض المتوسط اعتبارا بنفس القاعدة الجرف القاري روسيا أيضا تطالب بهذا ومن الناحية استراتيجية يعني هي تعتبر نفسها المسيطرة على هذا القطب بسبب طول المسافة التي تفصلها عن باقي الدول وأيضا هناك نقطة في غاية الأهمية نعدنا إلى جانب التاريخي لقد تم استقطاع أو قامت روسيا القيصرية ببيع ألاسكا إلى الولايات المتحدة هي بالأصل من الناحية التاريخية والجغرافية ألاسكا تابعة أيضا لروسيا ومن هذا المنطلق التاريخي الجغرافي الجيوسلاسي تطالب روسيا بوضع يدها على القطب الشمالي خصوصا أن الخبراء يقولون بأن عملية ذوبان الثليج الجديد سوف لن تكون في عام 2070 أو 2080 كما قرر ولكن قد يكون قريبا جدا عام 2030 أو 35 لذلك روسيا وضعت ستراتيجية لها وضعتها في معاهدة وقعت عام 2008 وثمانية بالتوازي مع فنلندا والنرويج ووضعت أسس لهذه العلاقة ولكن أعتقد أن المستقبل سيكون نحافل بالكثير من التغيرات الجغرافية والجيوسياسية إذن ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية دكتور محمد من هذا التوجه الروسي ومن الصراع الدائري حاليا حول النفوذ في المنطقة القطبية واشنطن لا تنظر بعين الرضا إلى ما تعتبره محاولة روسيا للدعاء بأن لها الوصاية الجغرافية والوصاية الاستراتيجية على القطب الشمالي أيضا على الطموحات أو المطامع الأسترالية حاليا بشأن القطب الجنوبي هناك خط توازي الآن بين هاتين الدولتين روسيا وأستراليا في اتجاهات مختلفة طبعا أعتقد أن ما يعزز هذا التنافس هو أننا لاحظنا على غرار ما كان في الستينات كان هناك تنافس صوفياتي أمريكي على اكتشاف القمر وإرسال باعتات للدراسة والبحث الآن هناك أيضا تنافس على مستوى الباعتات الاستكشافية والباعتات العلمية ونلاحظ الآن أن هذه الباعتات أصبحت ترفع أعلام تضعها في أماكن وكأن هناك قواعد علمية تحتاج أن تتحول ربما إلى قواعد عسكرية في المستقبل المنظور هناك تنافس الآن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن تريد أن تكون من الدول الزعامة في الاتجاهين ليس فقط باتجاه مستقبل التنقيب في القطب الشمالي بل أيضا في القطب الجنوبي ونراحظ الآن أن هناك حاجة كما ذكر أحد الضيوف هناك حاجة لإعادة النظر في معاهدة قانون البحار وأيضا إعادة النظر في هذه المطامح وهناك الآن على الأقل أكثر من 12 دولة ترنوا إلى أن يكون لها موطئ قدم في القطب الشمالي والجنوبي طيب هذا المشهد الذي ترسخ في أدهاننا جميعا وهو مشهد روبوت روسي يقطع مسافة طويلة تحت الجليد ويضع العلم الروسي في مكان ما بالقطب الشمالي من الناحية القانونية هل يعتبر أو تعتبر المواثيق الدولية بهكذا إجراء عندما تكون دولة ما سباقة لوضع عالمها في منطقة لا يملكها أحد هل تصبح تابعة لها مثلا دكتور محمد أفوا هذه إشكالية قانونية في القانون الدولي أساسا ولاحظنا أن أغلب الاتفاقيات سواء كانت بشأن البحار أو بشأن المياه الإقليمية كانت دائما تستند إلى توافقات يتفق عليها الأطراف تتفق عليها الأطراف الموقعة أو على الأقل المؤسسة لأي اتفاقية كانت لكن الآن هنا للدعاء بالملكية أو إعلان النية في بسط السيادة أعتقد يثير وضع جديد لم نعهده من قبل في المعادة الدولية بمعنى أن القطب الشمالي والقطب الجنوبي منطقتان خارج سياق أي سيادة قومية لأي دولة من الدول أعتقد الآن الأمم المتحدة ستسجد نفسها مضطرة إلى إصدار دعوة للدول الكبرى على الأقل والدول المتنافسة بأن تتوافق من جديد بمعنى هل هناك مقاييس لاحظنا أنه بالنسبة للبحار هناك الفرق بين المياه الإقليمية والمياه الدولية الآن هل يمكن أن نعتمد نفس المقاييس بمعنى هل التلوج تلوج إقليمية أم تلوج دولية هذه مسألة لم نصل بعد إلى تحديدها من قبل المنظمات أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة لكن أعتقد هي مسألة وقت كلما تصارعت المنافسات بين روسيا والولايات المتحدة والدول السكندينيفية وأستراليا وجنب أفريقيا قريبا نشهد دعوة أو حاجة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة النظر أين نقف في القانون الدولي من ملكية ومن الوصاية على هذين القطبين أعذرني دكتور محمد إن أطلت عليك وزدتك سؤالا آخر في هذا السياق عندما نعود إلى التاريخ وعندما اكتشف كريستوف كولومبوس الأراضي الجديدة وهي القارة الأمريكية شهد العالم نزاعا قويا بين بريطانيا أندك إنجلترا أندك وفرنسا وإسبانيا هل يتجه العالم للسيناريو نفسه في القطب الشمالي؟ يمكن أن نترقب مثل هذا التنافس بمعنى آخر أن هناك عدد قليل من الدول الكبرى التي تطمح الآن في بسط سيادتها على القطبين لا شك أن روسيا في مقدمة هذه الدول هناك الولايات المتحدة هناك الدول الأسكندنافية هناك حتى بريطانيا لها بعض المطامح لأنها تشارك في هذه البعاتات الاستكشافية في القطبين معا لكن الفرق الوحيد هو أننا الآن على خلاف ما كان عليه اكتشاف أمريكا لم نكن في حضرة أي منظمة دولية وقتها لعصبة الأمم وللأمم المتحدة نحن الآن نصل إلى مرحلة الخلاف المرتقب على القطبين الشمالي والجنوبي ونحن تحت مظلة الأمم المتحدة فلا شك أننا الآن سوف نصبح نتحدث عن قانون الجليد أو قانون القطبين بجوار قانون البحار بمعنى أن هناك تدرج في اهتمام القانون الدولي بمثل هذه الأمور والمسألة في النهاية المطاب مدام ليست هناك حكومة مركزية تنظم ملكية هذه المناطق نحتاج إلى توافقات وإلى نوع من التراضي وأعتقد أن الأمم المتحدة تظل هي المنصة المناسبة لمثل هذا التوافق على أساس مفاوضات وعلى أساس نوع من المكاسب المشتركة لكن لا أستبعد أنه حتى وإن وصلنا إلى قانون القطبين المتجمد الشمالي والجنوبي فإن المسألة ستكون ماثارة خلافات مستعصية بين من تدعي سيدتها على هذين القطبين طيب في انتظار اجتهادات خبراء القانون أستاذ شبرمة الصين تواصل تغطية العالم وربته بشبكتها من الطرق في إطار مشروعها طريق الحرير الجديد ووصلت إلى القطب الشمالي المتجمد وتطمح إلى أن تهيمن أيضا أو أن تكون لها حصة في الطرق البحرية هناك ما مدى خطورة دخول الصين على خط النزاع في هذه المنطقة لنبدأ الصين هي القوة الاقتصادية العالمية الأولى مستقبلا قامت الصين منذ عام 2013 ببناء طريق الحرير البري والبحري هذا طموح أن يبقى الصين تطمح لكي تكون القوة الاقتصادية وليس فقط وطموح ولكن هي قادمة بهذه القوة وهناك الخط الأزرق لدى الصين التي تريد أن ترسل سفنها المحملة بالبضائع عن طريق شمال روسيا حتى تصل إلى أوروبا إذا أخذنا بعين الاعتبار سفينة تخرج من شانجهاي إلى ميناء هامبورغ فإنها تقل المسافة عبر مرورها عن طريق باب المندب وقناة السويس بسبعة عشر يوم هنا تكلفة اقتصادية بالمواد الطبيعية المحملة وبالسفينة وهذا يؤثر على المستهلك بحيث أنه يستورد بضائع رخيصة وبالتالي سريعة وهذا هو الدليل لماذا الصين تحبذ أن تكون لديها بحري وبري وفي الشمال ولكن لا يوجد لها حدود مع القطب الشمالي هي تسعى الآن لبناء كاسحات جليدية وتسعى لأن يكون لها موطئ قدم فقط من خلال التنقيب على النفط والمعادن هذه كعكة كبيرة تريد الصين أن تشترك معهم حتى وإن كان استخراج هذه المعادن غير مجر اقتصاديا كما أشرت إلى ذلك سابقا بناء بطبيعة الحال على دراسات علمية ذات الصلة لا أعتقد أن دعني أقول 70% من النفط الروسي والغاز يستخرج من القطب الشمالي التكلفة هي صحيحة عالية ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز أصبح الأمر مجدي هناك قرابة 35 تريليون طن من النفط وما يقابلها من الغاز المسال في الإقليم المشترك مع روسيا هذه ثروات ضخمة لدى روسيا أن نقول أنها غير مجدية لا أعتقد أن هناك شيء اسمه غير مجدي لنأخذ مثلا شركات النفط الأمريكية في الشمال الأمريكي استخراج النفط في الشمال الأمريكية غير مجدي ومكلف ومع ذلك فأن هذه الشركات تقوم بإنتاجه بناء على أن تقوم أسعار النفط وأن ترتفع أسعار النفط طيب عامر ما رأيك في جدوى هذا الصراع وهل تتفق مع ما ذهب إليه شبرما فيما يتعلق بأن الثروات واستخراجها في القطبة الشمالي المتجمد مجدي ويستحق هذا الصراع المطرد بين الدول المتخمة للمنطقة القطبية أحمد ما نتحدث عنه اليوم هو ليس الفائدة الاقتصادية بالدرجة الأساس إنه مشروع ذو أبعاد سياسية جيو سياسية يعني هناك مثل ما قال زميلي شبرما هناك بعض الدول التي يمكن أن تستثمر أموالا طائلة في مشاريع ليس بالضرورة أن تدر عليها فوائد اقتصادية ولكن الفوائد الجيو سياسية على المستوى البعيد تكون أكبر وأعمى وأشير بهذا السياق إلى مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة التي أجرت بعض السفن الكاسرة للجليد فقط للوصول إلى حافة القطب الشمالي بينما روسيا تمتلك أسطولا واسعا وعريضا ومن الناحية الاقتصادية قادرة على خفض التكاليف فتح الطرق الملاحة للسفن بأقل كلفة مما لو أن الولايات المتحدة استثمرت بهذا المجال لو قسناها بالربح والخسارة الولايات المتحدة ستخسر أكثر بكثير من ما لو استنفذتها روسيا ولكن هناك عامل آخر عامل إن سمحتني هو تراجع أسعار النفط على عكس ما ذهبت إيديه شبرما في الآونات الأخيرة هناك انتعاش في الأسعار الآن ولكن المصار العام منذ أكثر من ثلاث سنوات هو مصار تراجعي فيما يتعلق بأسعار النفط تحديدا هل يجدي الدهاب بعيدا في الصراع بين الدول المتاخمة للقطب الشمالي في ضل تراجع أسعار النفط تحديدا وفي ضل توجه المجتمع الدولي نحو الطاقات البديلة بالنظر إلى معاهدة باريس للمناخ والتي عادت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول بايدن إلى سدة الحكم سؤالك أجيره بخطين الخط الأول الفائدة الاقتصادية والخط الثاني باتجاه عوامل أخرى الخط الاقتصادي تحدثنا عنه هناك دول تستثمر مع أنها تخسر في النهاية ولكنها لديها أسباب أخرى ستراتيجية أما الجانب الآخر الجانب البيئي أحمد والجانب المهم الذي لم نتحدث عليه إلى غاية الآن الولايات المتحدة بإدارة جو بايدن وعودتها إلى اتفاقية باريس لحماية المناخ والاحتباس الحراري قد تضع عنصرا جديدا من عناصر الصراع المنتظر في هذه المحادلة يعني عندما يضع السيد جو بايدن وإدارته الجديدة مستقبل المناخ وحماية المناخ كواحد من المعايير الأساسية لسياسة خارجية للولايات المتحدة فإنه بطريقة أو بأخرى يقول إن أردتم استغلال هذه الثروات عليكم مراعاة المخاطر البيئية التي يمكن أن تغير الميزان البيئي الموجود في هذه المنطقة الحساسة والذي يغير طبعا يؤثر على كل العالم فمن هذه النقطة يمكن أن يكون التدخل ليس عبر الفائدة الاقتصادية والستراتيجية ولكن فائدة البشر جميعا من حيث الحفاظ على التوازن البيئي في هذه المنطقة الحارجة وهذا عنصر يضيف على الجاذبية للسياسة الأمريكية وبتدخلها في هذا المجال خاصة أمام صين شرهة إلى مصادر طاقة رخيصة ولا تعير أهمية كبرى إلى ما يمكن أن يحدثه هذا الاختلال بالتوازن البيئي دكتور محمد الشرقاوي هل أنت متفائل بهذا التوجه بمعنى أن الخوف والرعب العالمي من ظاهرة الاحترار يمكن أن تحجم هذا الصراع على الموارد في منطقة تنظم أو تنظم الحركة البيئية على كوكب الأرض برمته لا تفائل تفائل نسبي تفائل فقط بإمكانية أن تتوافق الدول الكبرى على طريقة اقتصام وصايتها في هذين القطبين لكن أيضا أبضي الخشية من أننا في مجال الطاقة نحن أمام مجال مارن مجال متحرك بعد عشرين عاما من الآن سيفقد النفط والغاز الطبيعي قيمتهما في الأسواق العالمية دراسة بريطانية تؤكد أن النفط لن تعود له الأهمية التي نوليها له الآن لكن التنافس على المزيد من التنقيب وعلى البحث عن حتى الطاقات البديلة التي نعرفها الآن ربما ستتغير النظر إليها بعد عشر أو عشرين سنة من الآن فنزعة الدول ونزعة الحكومات بشكل خاص هو دائما نحو استكشاف مصادر أخرى وأيضا نوع من التلويح بالفخر القومي أنها تبحث في أقصى الأرض إلى الشمال أو إلى الجنوب بمعنى أن هناك غاية أخرى بجانب الغاية السيادية والغاية الاقتصادية هناك أيضا حرص هذه الحكومات على أن تمتد في سيادته إلى أبعد مدى ممكن أرى أيضا أن ما قد يخرج من تحت تلك الطبقات الجليدية سيعزز التنافس سيحتدم من خلال الإقبال على الأسواق وعلى مقاصات مختلفة من حيث الأسعار ومن يحتكر تلك الأسعار ومن يريد أن يستفيد منها في أسواقه أعتقد أن الدور الصيني الآن هو دور متأرجح بين دولة لا تتمتع بجوار هذا القطب الشمالي لكن عينها تبقى مركزة على ما قد يظهر من خيراته سواء عن طريق التوافق مع الروس في هذه المرحلة أو إيجاد بداية أخرى أعتقد أننا الآن أمام منافسة لن تكون منافسة القطبين كما عيدناها خلال القرن العشرين بين الصوفيات والأمريكيين الآن أعتقد تلاتية المشهد روسيا والولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالقطب الشمالي على الأقل هو أعتقد معضلة جيوستراتيجية لن يسهل تسويتها بالشكل البسيط وهناك أيضا القطب الأوروبي ممثلا في السويد والنرويج وفنلندا المدعومة أوروبيا أيضا يقول الرئيس الفرنسي إن القرن الحادي والعشرين هو قرن المنافسة على الطرق البحرية صراع الأساطيل ما الذي يقصده بذلك؟ ونحن نتحدث عن طرق بحرية تتكشف بفعل ظاهرة الاحترار في القطب الشمال المتجمد دكتور محمد سؤالي لك لأنك لا تشاهدنا فدائما أنسى أن أذكرك بأن السؤال هو موجه لك يبدو أن الرئيس ماكرو ينطلق من ما كان عليه الحال نهاية القرن الرابع عشر بمعنى اكتشاف أمريكا وكيف تغيرت أهمية البحار الآن لا شك أن المسألة هي ليست في أهمية البحار كأجسام مائية ممتدة سواء كانت بحر كالبحر المتوسط أو محيط كالمحيط الأطلسي والمحيط الهندي لكن أعتقد هو يلمح إلى أهمية الممرات المائية والآن هذه الممرات المائية أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة وهي كما قيلنا عند توسيع قناة السويس كانت الأهمة اختراقا في تحوير البيئة إلى مكسب استراتيجي بالنسبة للصين ووقتها كانت تنافس الفرنسي البريطاني الأمريكي فيما بعد الآن أرى أن القضية البحار لم تعود هي فقط بالوضع التقليدي بمعنى أن هناك محيطات تدور في قرات وإنما انعكس التنعكس الآية إلى كيف يمكن لبعض الدول أن تجد لنفسها ممرات مائية أسرع من حيث الوقت وأقل تكلفة بالنسبة لسفنها بالنسبة لأسطولها العسكري بالنسبة لبعتتها الاستكشافية من هنا أرى أن ربما ماكرو يعي أن هذه الممرات المائية هي ربما النقاط التي تتحكم في الجغرافية السياسية في المستقبل بمعنى أننا ننتقل من أهمية اليابسة من أهمية المرافع المائية إلى الممرات المائية بين هذه القرات والدول المترمية الأطراف إذن نتيجة لذوبان الجليد في القطب الشمالي تتغير الحدود البرية للدول أيضا ومعها على ما يبدو من وجهة نظري بعض الدول تتغير الحاجة أو تزيد الحاجة إلى تسليح المنطقة على نطاق واسع نتابع بداية نقل سلاح الجو الأمريكي قاذفات قنابل من نوع بي واحد إلى النرويج وبعد أسابيع قليل من توليه منصبه بعث الرئيس الأمريكي بايدر رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن حلفائها في الدائرة القطبية الشمالية ضد أي عدوان روسي محتمل لكن خبراء يعتبرون هذه إشارة أيضا على رغبة الولايات المتحدة في عدم فقدان تبعية المنطقة إليها السباق على نطاقات اقتصادية جديدة في القطب الشمالي يجري بالتوازي مع عسكرة المنطقة روسيا تعمل منذ سنوات على تسليح الشمال وتنشئ قواعد عسكرية هناك للدفاع عن أراضيها ومصالحها المشروعة على حد تعبير موسكو صواريخ S-400 متوسطة المدى تصل حتى جريل لاند أو ألسكا حلف الناتو يرد على المناورات الروسية بمناورات واسعة النطاق كتلك التي حدثت في النرويج عام 2018 وكانت بمثابة محاكاة لعملية دفاعية للحلف على الحدود الروسية طوال عقود كان القطب الشمالي يعد منطقة بعيدة عن التوترات فما مدى خطورة التسلح هناك؟ سؤال مهم أحوله لك شبرما ياسين ما مدى خطورة سباق التسلح في هذه المنطقة؟ في البداية دعني أتحدث أن القوة هي التي تحافظ على الاقتصال بشكل عام بمعنى آخر هذه الإمكنات الضخمة الموجودة لدى الروس قاموا ببناء ست قواعد في القطب الشمالي منها أكبر قاعدة وهي قاعدة تريفول وهي 150 ألف قدم هذه القاعدة تستطيع أن تقوم بضرب صواريخ باليستية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ننتقل من روسيا إلى كندا قامت ببناء قاعدتين عسكريتين أيضا في كندا الولايات المتحدة الأمريكية غائبة بعض الشيء عن بناء قواعد عسكرية هناك شقين هناك دول تسعى للتسلح وهي كندا وروسيا الاتحادية وهناك دول لا تسعى إلى هذا التسلح وهي الدول الستة الباقية والتي هي مطلة على القطب الشمالي لماذا تسعى روسيا إلى تسلح وإلى بناء ست كاسحات جليد بناء غواصات نووية للمحافظة على هذا الكم الهائل من المساحة للمحافظة على الكم الهائل من الثروات ظهرت هناك خمس جزر جديدة منذ عام 2019 إلى الآن جديدة إلى روسيا وهذه الجزر الجديدة بمثابة أرض جديدة إلى روسيا نتيجة الاحتباس الحراري طيب لكن هناك أيضا الحلف الناتو الذي يجري كما ورد في التقرير تدريبات عسكرية تحاكي تدخلا روسيا في المنطقة أو مواجهة روسيا هل تتجه المنطقة فعلا إلى حرب باردة جديدة على الأقل حتى الآن؟ أستبعد قيام حرب حقيقية ولكن هي حرب مصالح وحرب لنقول روسيا تمول الاتحاد الأوروبي بالغاز عن طريق نوردستريم ويصل هذا الغاز إلى ألمانيا ويستبيد منه أربعين بالمئة من الشعب الألماني إذن هناك تواصل عن طريق الطاقة لا يمكن للاتحاد الأوروبي مجازا أو لألمانيا مجازا العيش بدون الغاز الروسي لأنه هو رخيص وسهل الوصول إلى الشمال الألماني هي ليست مسألة وجودية ألمانيا تستطيع العيش بدون الغاز الروسي لديها بدائل نعم ولكنه أغلى من ناحية تجارية فقط هو أرخص ولكن خبراء ألمان يردون عليك ويقولون بأن الغاز الروسي لم يعد قادرا على منافسة مصادر غاز أخرى سواء الآتية من شمال إفريقيا من الجزائر تهديدا أو حتى الغاز الأمريكي لم يعد منافسا لم يعد مجدي اقتصاديا كما كان في زمن جرهارد شرودر مثلا 2005 وما قبل صحيح ولكن التكلفة وطريقة الوصول هي أسهل لدى ألمانيا لنتحدث بطريقة أخرى ألمانيا لديها الآن أو أرادت بعد حادثة فوكشيما إغلاق جميع المفاعلات النووية واستبدال الطاقة بالطاقة المتجددة لم تستطع ألمانيا بفعل ذلك هي قامت بإغلاق ثمان مفاعلات نووية وأبقت سبع مفاعلات نووية موجودة إلى الآن لأن الطاقة المتجددة لا يمكن الاستغناء عن الطاقة البديلة التي هي عبارة عن النفط أو الغاز على الأقل في الوقت الحالي هناك 40% استفادة فقط من الطاقة المتجددة الرياح الطاقة الشمسية ولكن لنأخذ بعين الاعتبار لا يوجد هنا صيف طوال العام في ألمانيا مثل ما هو موجود مثلا في الدول العربية أو شمال الصحراء أو في الجزيرة العربية هناك يمكن استفادة من الطاقة الشمسية هناك يمكن استفادة من طاقة الرياح ولكنها لا تفيد بشكل كبير استبدالها بشكل كامل عن الطاقة النفط والغاز المسل طيب ألا يعزز ذلك فرضية عامر فرضية أن المنطقة تتجه فعلا إلى صراع لربما مسلح المنطقة القطبية بالنظر إلى أهمية الموارد الطاقية الموجودة فيها يعني أحمد أنا لا أميل إلى هذا التحليل على الأقل بالوقت الحاضر وما جاء بعمليات المنورات التي قام بها حلف الناتو عام 2018 لم يكن له بشكل من الأشكال دخل مباشر بالسيطرة على القطب الشمالي ولكنه جاء كرد على الطريق العنيفة التي تدخل بها بوتين في القرن وهي رسالة لردع أي مطامع لروسيا بأن تتعدى على جيرانها الصغار في بحر البلطيق هكذا هي الرسالة كانت ولكن هل أن القضية ممكن أن تتجه إلى صراع مسلح مفتوح؟ أعتقد أن لا روسيا ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى على الأكثر الولايات المتحدة راغبة بهكذا سيناريو الكل لا يرغب بصراع للمواجهة ولكن الحل لا زال مفقودا على طاولة المباحثات الدبلوماسية لغاية حديث الوقت الذي نتحدث فيه اليوم والسبب والعلة في ذلك تمسك كل من روسيا الاتحادية وأيضا الدنمارك التي غابت عن نقاشنا اليوم الدنمارك متمسك تمسك كبيرا بسيادتها على جرونلاند على جرينالد والتي تعتبر الجبهة الأساسية المواجهة للقطب الشمالي حتى أننا تذكرنا في وقت من الأوقات عندما عرض الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الأسبق شراء جرينالد من الدنمارك وضحكت عليه رئيسة الوزراء الدنماركية مستهينا بهذا العرض أعتقد أن الكثير من الدول اليوم راغبة بإيجاد هذا التوازن البيئي الذي هو في غاية الأهمية حتى أن ألمانيا عندما أرسلت بعثتها الحالية التي تعمل في القطب الشمالي يعني ليست هي راغبة باستثمار لموارد ضاقة هناك ولكن هناك رغبة بمعرفة ما الذي يمكن أن تتسبب به كارثة بيئية على المستوى المناخ العالمي الذي سيكون الشغل الشاغل في السنوات القادمة للأجيال القادمة ولن يكون الشغل الشاغل لهذه الأجيال من يستثمر تريليونات النفط الخام المتوفر هناك الكل يتجهي اليوم نحو الطاقات المتجددة فأعتقد أن قضية التصادم المسلح قد تكون بعيدة ولكن لا أستمر التصادم السياسي لكن هناك من يقارن بين التوتر حول المنطقة القطبية بذلك التوتر في بحر الصين الجنوبي هل تتفق مع هذه المقارنة؟ المقارنة تختلف بين زيدن وعمر بحر الصين الجنوبي نتحدث عن سيادة صينية نتحدث عن عنق التجارة الدولية للصين نتحدث عن الستراتيجية العسكرية للصين التي تغيرت منذ عام وركزت على دعم المارينز الصيني وبناء القدرات للمشاة البحرية الصينية نتحدث عن قضية سيادية لا أعتقد أن الصين ستتفاوض أو ستتهاون في موضوع سيادة على منفذها البحرية الأوسع والأهم لا تريد أن يخنقها أحد ولكن لا يمكن أن تتساهل بقضية القطب الشمالي طيب دكتور محمد الشرقاوي بوتين قاتل ولا بد أن يدفع الحساب هكذا قال بايدن في حديث صحفي هل يكسب التوتر مع روسيا سواء في القطب الشمالي المتجمد أو في مناطق أخرى من العالم زخما جديدا بعد هذا التصريح وبالطبع بعد الرد الروسي باستدعاء السفير للتشاور قبل سبع سنوات كان بايدن نائبا للرئيس في البيت الأبيض ولم يكن مرتاحا لإقدام بوتين على إتباع جزيرة القرم لروسيا وأيضا تدخل في أوكرانيا هناك دائما خشية من المطامح القومية لبوتين بمعنى إعادة الإمبراطورية الروسية بأي تمن ويتذكر تعهد بوتين بهذا منذ نهاية التسعينات مباشرة عقب نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي الجديد الآن أن بايدن يؤكد أن الخصم الحقيقي الوحيد للولايات المتحدة في هذه المرحلة هو طموحات روسيا وطموحات الكريملين بالتحديد تحدثت قبل قليل عن إرسال الطائرة البيتو إلى الدول الإسكندينفية هو بايدن يريد أن يستبق الأحداث بمعنى أن يضع رادي عن عسكرين وأن هناك حلف شمال أطلسي متكافئ بين الأوروبيين والأمريكيين في هذه المرحلة ويريد بذلك استعادة حيوية هذا الحلف وتركيز أنظاره على الخطر الروسي كما فعلت الدول الأوروبية قبل ثلاث سنوات بإرساء قدائف صاروخية عند الحدود بين دول البلطيق والاتحاد الروسي أيضا الآن يريد أن يعود إلى المنافسة بطريقة مختلفة يعتبر روسيا خصما للولايات المتحدة لكن يعتبر الصين مجرد منافس تجاري فالاستراتيجيا قلبت بالتحديد رأسا على عقب بين حقبة ترامب قبل عدة أشهر ومرحلة بايدن في هذه المرحلة أرى أيضا أن هذا الهاجس من التوسع الروسي في منطقة القطب الشمالي هي أيضا سبب إضافة لتعزيز الشراكة الأوروبية الأمريكية شراكة المحيدة الأطلسية إذن هناك استغلال استراتيجي بتوجيه تلك الطائرة وحتى الأوروبيين على مزيد من الحضر من الكريملين إذن الدكتور محمد شرقاوي أستاذ العلومة السياسية كنت معنا من واشنطن عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك شكرا لك أيضا أستاذ شبرومة ياسين وشكرا للزميل عامر الموسوي شكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام نهاية برنامج بتوقيت بردين وهذا أحمد عبيدة يحييكم إلى اللقاء شكرا لكم